قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أنه ناقش وقف إطلاق النار في غزة خلال قمة مجموعة السبع وأضاف بايدن أنه لم يفقد الأمل في الوصول لهذه الغاية وردان على سؤال عما إذا كان واثقا من التوصل لوقف إطلاق النار قال بايدن أنه يجب على حماس أن تكثف جهودها وتتحرك نحو وقف إطلاق النار